بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا سادس سنقوم اليوم بمراجعة لمادة اللغة العربية التي أخذناها في الأسبوع الماضي أخذنا عن الفعل المجرد والمزيد الفعل المجرد هو الفعل الذي جميع حروفه أصلية ولا يمكن الاستغناء عن أي أحد منها مثل الفعل كتب جلسة هذه الأحرف جميعها أصلية لا يجوز أن نحدث أي من هذه الأحرف فيختل المعنى وأيضا تحدثنا الفعل المجرد عندما تدخل عليه بعض الحروف مثل حروف المضارعة ليست بأحرف زيادة إذن حروف المضارعة ليست بأحرف زيادة فالطبع يبقى الفعل مجرد يبقى مثل كتب يكتب وأدخلنا على هيئة المضارعة هنا يبقى مجردا أصلا إحنا يجب إرجاع الفعل إلى الماضي المجرد الحكم عليه هل هو مجرد أم مزيد مثلا عندنا تاء التأنيث مثل ضحيكة حطلنا تاء التأنيث ضحيكة التاء التأنيث لا نعتبرها أيضا من أحرف الزيادة وتاء المتكلم ضحكة لا نعتبرها من أحرف الزيادة إذن أل التعريف أيضا للأسماء مثل المدرسة لا نعتبر أل التعريف من أحرف الزيادة وتاء التأنيث والضمائر هو أحرف المضارعة ليست بأحرف زيادة بل يبقى الفعل مجرد الآن ننتقل إلى الفعل المزيد وهو الفعل الذي نزيد على أحرفه الأصلي أحرف يصبح مزيدا ما هي الأحرف التي تم إبلاغكم إياها حرف الزيادة ما هي الذي لخصناه في كلمة سألتمونيها سألتمونيها هذه تدخل على الفعل المجرد فيصبح ماذا مزيدا بهذه الأحرف إذن ملاحظة يا سادس يجب إرجاع الفعل سواء مضارع أو أمر إلى الفعل الماضي المجرد للحكم عليه بأنه فعل مجرد أم مزيد وقمنا بحل أسئلات هذا التدريب الآن سأراجعكم بدرس ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة حكي أن الهمزة المتطرفة لها نوعان حروف تسبقها نوعان ما هما الهمزة المتطرفة بالأحرف التي يمكن إيصالها بألف التثنية والهمزة المسبوقة بأحرف لا يمكن إيصالها بألف التثنية مثل حرف الار لا يمكن إيصالها بألف التثنية لكن الياء والألف الغير منقوطة هي الألف المقصورة يمكن إيصالها بألف التثنية إنه لواءان مفردها لواء لماذا لم نصلها بألف التثنية لأن قبلها ألا ألا يمكن إيصالها بما بعد الهمزة وهي ألف التثنية بريئان هنا قمنا بإيصال الياء مع ألف التثنية أو الهمزة مع ألف التثنية لماذا؟ لأنها الياء يمكن إيصالها بألف التثنية إذن يا سادس إن القاعدة إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يمكن وصله بما بعده كتبت الهمزة على نبرة أو كرسي مثل شيئان وأما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة لا يمكن وصله بما بعده بقيت الهمزة كما هي منفردة على سطر مثل جزءان مفردها ماذا جزء لا يمكن إيصال الإز مع الآ وقمنا أيضا بماذا بإجابة أسئلة تدريبات الف التثنية وأخذنا أيضا مراجعة سريعة لحيمة فلسطين بقلم شاعر عبد الرحيم محمود الشاعر عبد الرحيم محمود هو أصله عربي من فلسطين وكان يوين لنا أن الشاعر من خلال أصلا من خلال هذه الصور نرى ماذا المسجد الأقصى والمسجد الأقصى أين هو في فلسطين إذن هنا يبين حرقة دمه على فلسطين ويقول الشاعر أنه سيحمل روحه وأن يقدم نفسه على كف اليد ويلقي بها في مصارع الهلاك وهو محاربة الأعداء الصهاينة وبين لنا الشاعر الحياة نوعان حياة تسعد الصديق بحرية وعدم تقيد من الأعداء وإما مماتق الأعداء إما أن نموت ونحن مستشهدون في سبيل الله مقابل تحرير أرض القدس فلسطين ونفس الشريف لها غايتان الشريف هو الذي له مكان مرموقة وغاية وهدف مثل الشاعر يعد الشريف لماذا؟ لأنه غايته ماذا؟ تحرير البلاد المحتلة وهي فلسطين هذا يعتبر شريف لها غايتان نفس الشريف ماهما؟ خوض المهالك وإحراز الأمنيات خوض المهالك اللي هي ورود المناية حكينا أول غاية ورود المناية يعني خوض المهالك لتحرير فلسطين وإحراز الأمنيات والأمنيات هي تحرير البلاد المحتلة فلسطين وأيضا أبانا لنا أن العيش له شروط أن يجب أن يكون الشاعر وأبناء فلسطين دوم هيبة عند الأعداء وحاميين للوطن إذن هذه شروط العيش وإلا لم يعتبر عيش إذا تواجدت الهيبة وحماية الوطن هذا هو العيش وإن فقدت الهيبة وحماية الوطن لا يعتبر عيش في نظر الشاعر عبد الرحيم محمود وأيضا الشاعر يرى مصرعه دون الحق ما هو الحق؟ حكيا الحق المسلوب المأخوذ من الأعداء إذن هو الشاعر يرى موته من دون فلسطين أن تحرر من دون تحرير فلسطين يرى موته مدام أن فلسطين مسلوب مأخوذ إذن هو يرى موته ومطلوب المطلوب عنده ماذا؟ تحرير البلاد وهي فلسطين إذن أرى مصرعه دون حق السليب ودون بلاده والمبتغى يرى الشاعر مصرعه موته متى عندما يكون حقه مسلوب والبلاد غير محمية من الأعداء فهو مطلبه ماذا؟ إرجاع هذا الحق المسلوب ومطلبه تحرير البلاد وأيضا هنا يقول لعمرك هذا ممات الرجال ومن رامى موتا شريفا فذا رامى رغبة إذن رغبة الرجال أجمعين ما هي رغبتهم؟ الموت إذا لم تحرر فلسطين رامى رغبة فهنا بالبيت السابع يتساءل كيف سيصطبر أي كي يتحمل الظلم وهو ظلم الحقود الأعداء وكيف يتحمل مشقة هذا الظلم يعني كيف يقدر أن يعيش ويصبر على وجود الأعداء في فلسطين وهانتهم للشعب الفلسطيني وأخذ بلادهم كيف؟ وأيضا هنا يتوعد الشعر أنه سيرمي وجوه العداء الأعداء بقلبه لماذا؟ لأن قلبه حديد ولهب النار في قلبه بسبب احتلال فلسطين إذن هنا سيبقى مصرا على مواجهة الأعداء وفي البيت الأخير يختم أنه يحمي حياضي أي موطني بحد السيف فيعلم قومي بأن الفتى أي يعلموا بأني أنا الفتى العربي الذي أبغى تحرير أرض فلسطين المحتلة الردى معناه الموت الجناب الناحية ويقصد به الشعر الهيبة مخوف الجنابي أي الهيبة الردى الهلاك ما حكيت لك الهلاك يؤدي إلى الموت وراما طلبة راما طلبة المبتغى المراد أو المطلوب سوم الأذى أي مشقة الأذى والظلم سوم الأذى مشقة الأذى والظلم هكذا قمت بإنهاء مراجعة اللغة العربية وفقا كمنا رئيسيا ديس